ساميرا بن علي أيضاً تفعلت معنا في هذا الموضوع اللي كان نقصه الآن تقول فهم وتفكيك الخطاب الإعلامي لدى المتلقي يجب أن يبدأ منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا مواطنين لا ينساقون لأي تلاعب بعقولهم تماماً وهذا كنا تحدثنا عنها قلنا بأن مؤسسة دي الأسرة خاصة أنها تكون مستوعبة دور ديالها أنها توجه الأطفال ديالها ويكون عندها قدرات تواصلية وفكرية وترباوية بيداغوجية لأننا كنا البيداغوجي فاميليال اللي كتمارس داخل الأسرة وخاصة المؤسسة التعليمية كذلك أنها تعطي نماذج ديال الإعلام تحليل الخطاب الإعلامي وما هي الرسائل التي يمكن أن تؤثرها إما بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية وشنو هي الأدوات المستعملة في مجال التأثير لأننا أحياناً واحد يتأثر بالعنف ويترب على العنف إذا كيف يمكن تحديد هذا التأثير أو مدى تأثير هذا الوسائل الإعلام على المنظوبة التربوية الداخل المجتمع تحديد المجتمع المغربي نعم يعني التأثير يكون بشكل غير مباشر له طرق غير مباشر ما نقدرش نقول لك بأنه مثلاً التأثير أنه يكون آني لحظي على المدى البعيد لأنه مرتبط بعملية التلقي كينا هناك في عملية تواصلية كينا واحد القوة خطابية تمارس على نفسية معينة هذه النفسية تقدر تكون هشة طبيعة المتلقي يقدر يكون نفسية هشة يقدر يكون واحد الشخص اللي عنده عقد وأمراض وكيلقى في ذيك المادة ما يمكن أن متنفس نعم متنفس وينسجم مع ذيك المادة وكيحاول ما أمكن أنه يتماهى معها وكيمارس أعمال معينة هنا بطريقة غير مباشرة لأنه ما يمكنش أنت مثلاً غد تفرج فيلم دي البطل أنه يقتل الأشرار وغد تخرج شنته وغد تأخذ البندقية وتفقد تقتل الأشرار في الشارع ما يمكنش بطريقة آلية وإنما كيمكن تستحضر أحياناً هاد الصور اللي هي راسخة في الدهن ديالك وتقدر تمارس واحد نعمة هذا هو اللي يخصو إعادة النظر ويخصو الشغل عليه نعم لذلك أنا بنيس بالي أعتقد بأن نحن نفتقد حتى في الأعمال ديالنا التلفزيونية وفي الأفلام ما كنش عندنا واحد فقرة ديالة عشرين دقيقة ديالة تحليل الفيلم وديالة مناقشة الفيلم وتحديد بأي طريقة يؤثر هذا العمل على المتلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر